السلام عليكم اليوم سرعنا لكم نبات الوسترية المتزلق شوفوا ما شاء الله الاقلام شونها هاي التزهير ماليتها كلش بداعة اللون مات بنفسدي طبعا من النباتات الجديدة نزلت للعراق طبعا من البذور تتأخر يلا الزهر عكس ما تزرحها من القلم من تزرحها بالقلم مباشرة بعد عشرين يوم الى شهر تفلش الزهر اما من البذور لا نتطول سنوات هذا النموات هاي كلها راح اصير عبارة عن تزهير هاي كلها مستعدة للتزهير طبعا من اندر النباتات الموجودة كل ما هو موجود هو من بذور هذا انتاجنا السنويا ريز واحد ما نقدر طبعا هاي الاقلام كلها مستوردة ادنا الامايات اخذنا منها اقلام بس اقلام يعني امر سنة تكون اقلامها كلش محدود هاي امايات صارتها عشرات السنوات جبنا لكم اياها وزرعناها بالعراق ان شاء الله العام حكاية النسبة للنجاح القلم اربعة بالمية نسبة كلش ضعيفة هاي السنة نحاول نرفح هاي القيمة النسبة ان شاء الله ان شاء الله هذا كله عبارة على تزهير خلال شهر الى عشرين يوم كله يزهر هذا طبعا تجربوا ترسل نوعيتين هاي الخشبة القلم يتخشب وهذا القلم الجديد نشوف ايهم افضل سراعة قلمين قلمين للنسبة كلش ضعيفة ان شاء الله نوصل الى ستين سبعين بالمية هو هذا طموعنا ويبقى الاول والاخير الرزق بيل الله ملاحظة يعني مهمة نتزرع القلم قبل الملاحظة هذا كان زراعة بالعكس نشوف نتزرع بالعكس هذا القلم احنا بها فائدة التصوير مرات يصير اخطاء بس نحاول نتلافها هاي صحيحة والله ما ادري نعم صحيح هذا نرجع على الملاحظة الملاحظة المهمة الضروري تتابعها هو من تزرع القلم تنتظرها يوم كامل حيث زراعنا ثاني يوم إن شاء الله هيتش وقت يلا غطي نايلون قبل نايلون نطي السقية وحدة مبيت فطري هذا للوسترية أو للرمان الرمان نفس الحالة باتش ان شاء الله راح ابلش بتقطيته نعفو شوي بناعيم اسم الله عليكم يا الله هذا الريزة عشوها كبرة او نفتح ريزة الثانية عدنا قلام جديدة توصلنا اي سؤال الوصاب موجود يمكم رسلوني وسهلة او كتب التعليقات تحياتي